بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. ده الفيديو التالت يعني الامتحان التالت من كتاب آآ المعاصر بوكلت الستة عشرين انتحان. الامتحان ده شامل شوية على الوحدات من الاولى للستة على نص المنهج. فاكيد اسئلته هتكون شاملة اكتر ما يكون. ياريت قبل ان نبدأ في الفيديو كده هتعمل لايك للفيديو. تكتب كومنت وبعدين ترجع تكمل معنا. آآ انا مبارح ما نزلش فيديو لان عاد الناس اللي كانوا بيسمعوا اصلا محدود فحبيت اخر يوم لان انا نزلت فيديو هين اتنين مبارح في اسئلة الاسئلة الموجودة في ايه وان براكتس. الاسئلة ده قمة الاهمية. لازم تكون عارف كل فكرة فيه. هما تلات اجزاء. نزلت اتنين والتالي تسجلته بس هنزل له بعد المتحان ان شاء الله. اول سؤال معانا بقولي. معناها انك تنظم تعمل الاشياء امتى? وتعملها المدة قد ايه. طبعا دي اسمها تايم مانجمنت اللي هي دارة الوقت. طبعا اللي هو التنمية او تطور. اللي هي التربيزة ومعناها جدول. لو استكشاف. لابد ان يتم تقييم الطلاب بشكل منتظم. آآ كلمة اللي بتساوي كلمة يعني يقيم هي اسمها معناها يقيم. جاي من من يعني ساعدة دي بتساوي كلمة بالزبط. يعني يزن معناها وزنة ده فعلي ماضي. بس خط بالك يعني يزن لكن فيه كلمة اسمها اللي هي بمعنى الوزن. بعدها الفعل مضافة الانجي اتكيف معها. تتعرف برضو ان كلمة بتساوي فانت ممكن تقول لي السؤال التارت معنا بيقول لي بيقول لك ان الجلسة المذاكرة عايز يقول لك لما استطلعنا كده الاختيارات عليوا لك جلسة المذاكرة لابد انها ما تاخدش اكتر من ساعتين وبعدين خد لك راح. طيب جلسة المذاكرة اسمها ساشن. ساشن اللي هي جلسة. ولو قلنا جلسة تصورية. ده اللي هو الازن او التصريح اللي هو التوسعة او التوسع فيه. لما تيجب تقول مسلا اه يعني توسعة للطريق نوسع الطريق بدل ما هم ترين نخليه تلاتة اللي هو التعبير عن. ودي منها كلمة اللي هو الفعلي يعني يعبر عن. ونستخدمها بمعنى سريع. لما تقول يعني قطار سريع. لانهم عايشين في منطقة يعني عن منطقة بوركانية كلمة دي ادجكتف. زي يوز تو هاف نوت فروم تايم تايم. فهما بيضطروا ان هما يعملوا ايه من وقت الاخر. مساهمة زي كلمة بالزبط اللي معناها تبرع ومساهمة. لكن بعدها الفعل مضافة اي او اس ما تنساش. دي معناها شغل انك تشغل مكان معين ومعناها وظيفة. وكمان معناها احتلال. لما نقول مسلا زي يعني الاحتلال اسرائيلي. اللي هو اخلاق. فالجملة بيقول لك ان هما عايشين في منطقة بوركانية فبضطروا يعملوا اخلاق من وقت اللي اخر. الجملة اللي بعد كده رقم خمسة عشان تخلي حاجة تبقى شكلها افضل. وانت عارف ان مع دي بتسوي فانت ممكن وتخليها عادي نفس المعنى. المهم لك تحسن من شيء اه تتخليه افضل او اكبر او انك تخليه اسوأ مما هو عليه. ده معناها انك يعني يفسد يعني يسكب يعني كب شيء عالارض معناها يبالغ في شيء ما معناها يقططف او معناها يشتقط او يستخرج منه. وبالمناسبة كلمة دي ممكن نستخدمها بمعنى اللي هي معناها اقتباس. وزيها كلمة اللي هو معناها برضو مشتقي. يبقى انت عندك بتسوي بتسوي التلاتة معناهم مشتقق معناهم اقتباس. كلمة يعني يستخرج مسلا الزيت من الزيتون وهكذا يعني. المهم الراجل بقول لك انك تخلي الحاجة تبدو افضل او اكبر او اسوأ. يبقى اسمها يعني انك تبالغ في امر ما. لكن معناها يفسد. يفسد. زيها زي كلمة اللي معناها يفسد او يفسد برضو. حديث الكابتن الايه الهمنا جميعا. اعتقد انه بامكانه ان نفوز بالنفوز بالمباراة. هنا عايزك تاخد بلك ان كلمة ممكن تيجي كفعل وممكن تيجي كاسم. فانا ممكن اقول لك يعني فوزك اسعد يومي فكده هي اسم. عايزك تاخد بلك برضو ان كلمة يعني يؤثر على ده فعل. وهنا بقى في كلمة عندك السندف منهج. كلمة معناها بعاطفة معناها حضنتني بعاطفة. وانت عارف ان كلمة يعني يحضن اصلا بتسوي كلمة اللي برضو معناها يحضن او يتبنى فكرة يعني. في الجملة دي عايزك تركز ان كلمة دي معناها لها معنين معناها تأثير او اثر فهي كده نون وبتستخدم كبيرب بمعنى ينفز. يعني زي كلمة لكن كلمة اللي بلقيه ده بمعنى يؤثر على. مش موضوع السؤال خالص ولكن حبيت اقول لك على الملحوظات دي عشان احنا بنراجع. رقم ستة بقول لك الايه بتاع الحديث الايه اللي الكابتن قام به اكيد الحديث المؤثر. يبقى وما يعني معاناها متأثر او ملهم. يبقى الحديث المؤثر او الحديث الملهم. اللي الكابتن قاله لنا خلانا معرفش ايه كده. يعني محبط او مسير الاكتئاب معناها مكتئب. لما الحاجة لما الشخص او شيء يدي لك امل وثقة ده معناها ان الشيء ده يعني محبط ولا مشجع برضو معناها محبط معناها مغضب او مزعج. الشيء اللي بتخليك تكون عندك امل وثقة ده شيء معناها مشجع. زي تمكنوا او نجحوا في انهم ما يخترعوا آآ روبوت آآ متقدم معناها بانفسهم. الكلمة اللي هو عايز عكس كلمة معناها يصمم او ينتج. ينشئ دي زي كلمة بالزبط معناها يعلم او يدرس يعني يشيد دي بتسويها وحنا عايزين مش عايزين بتسويه عايزين كلمة عكسها. انت عارف زي كلمة زي كلمة زي كلمة الناس دي كلها نفس المعنى. طبعا عكس يصمم يدمر واحد صمم واحد لخبط او دمر. وبلغة ممكن دمج ويمكن راين. طيب عايزك تعرف كمان هنا حتة ان معناها بانفسهم. عايزك تحفظ دي كويس عشان الكلام ده هيلخبطك في الاخر. لما قل لك مسلا دي بتسوي يعني بنفسي. لكن لما تقول اوف ماي اون دي معناها معناها يعني ملكي. لما قل لك اي هاف اكور اي هاف اي كور اوف ماي اون انا عندي عربية اوف ماي اون يعني ملكي بتاعتي انا. طيب في رقم تسعة بيقول لك ذا المحاور سألني. لحظ ان في كلام بين اكواس يبقى الكلام ده مباشر حلو. طبيعة الاحوال وانت تحله سؤال زي ده عايزك تركز. ان الكلام ده لو كان هيتحط بين اقواس. فانا رايز اداة استفاهم. وبعدين فعل مساعد. وبعدين الفعل. وبعدين لو في فعل نكتبه. طيب لو الكلام ده غير مباشر بقى. لو كان كلام غير مباشر. فانت بنجيب اداة الاستفاهم الاول. وبعدين الفاعل. وبعدين الفعل مساعد. وما كانش فعل مساعد. فاحنا بنجيب الفعل على طول. ما على ملاحظة ان ما.его الفعل المساعد يكون من عيلة دو. سواء دو او دز او دد كده كده هحزفهم. طيب ارجع بقى لكمنتنا كده انت قلتين عايزين بعدها استفهام. عايزين بعدها فعل مساعد اكتبهم لعشان ما نساش. فعل مساعد. وبعدين فاعل. حلو. دي بدقة بالفاعل فاحنا هنستبعدها. فعل مساعد. فاعل استبعدها برضو. فدع الفعل مساعد. يا طرى. هنقول له اين. يعني اين انت وعملت? ده مجهول. احنا عايزين معلوم. يبقى اين عاملت? الجملة مبنية المعلومة. او 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 هنا عايزك تاخد بلك من اكتر من ملحوظة. الا دي اللي احنا جبناها هنا عشان انت سيادتك قدامك صفة وبعدين اسم. ادي الصفة كلمة جود والاسم هو كلمة جوب. ده رقم واحد. رقم اتنين. عايزك تفهم ان معهم الرابط دايما. حلو? طيب. الحاجة التالتة والاهم من ده كله ان بعد انت بتجيب حدث اول. وبعدين حدث تاني. بمعنى انت بتقول ليس قبل ما الحاجة دي تحصل. بيحصل حاجة تانية. فانت عايز حاجة اولانية. فانت عايز حدث موضي تام عشان ده حدث اولاني. فدي مش معانا. ويدي مدارع مش معانا. هتفكر في او هادي الطبيعي انك انت هتقول ده ماضي ده ماضي ولكن انت عايز حدث اولاني والراجل ما ديك موضي تام فمن غير تفكير تاخد موضي تام. السيارة اشتغلت معناها بشكل مناسب بشكل سليم عندما اصلحت. انت عايز عايز مبني المجهول دلوقتي. معناها صلحة ده معلوم. ده كده مبني المجهول. ده معلوم. ده مجهول. حلو. وفقا للثقراء السؤال كده وانت وشاطرتك انت اكيد استبعدت المعلوم. واستبعدت المعلوم ده. هتفكر في حلو. ترجم بقى معي. السيارة بدأت تشتغل كويس لما هي كانت بتصلح وده بعد ما اصلحت. اكيد بعد ما اصلحت. يعني عندما اصلحت لان الاصلاح تم بالفعل. طيب رقم اتناشر. بقول لك المدير المدير بدأ يعني مبسوط يعني مبتهجا عندما اخبرناه. لاحز ان احنا اخبرناه الاول وبعدين هو اتبسط. فالانبساط ده حدث تاني فحضرتك تاخد الحدث التاني ما ده بسيط. طيب اللي بعد كده ترتاشر اي يا مستر حاجة من اتنين. اقول وعيد في الموضوع ده كتير لحد ما تحفظه. كلمة يعني يندم. نجيب بعدها الفعل مضاف له وممكن تول مصدر. بس عايزك تبقى واتفاهم كده. ان معناها ندمان انه فعلة. لكن دي معناها يؤسفه انه سيفعل. من الكلام العربي اللطيف ده معناها ان الراجل هنا فعل الشيء بالفعل. لكن هنا معناها لم يفعل ما عملش. طيب ما تيجي نشوفه وعايز اقول لك عمل ولا ما عملش. اي رجريتت نوت هم. ماي موبايل تو ميك فون كول. انا ندمان اني اعطيته الموبايل. يعني انا فعلت. حلو. فريجريت بعدها اللي هي لندنج. يبقى رجريت اي نجي لانك انت ندمان انك انت عملته. طب نفترض جدلا نغمت هنا ونتخيل ان ابوك بيقول لك سلف ادي الموبايل لاخوك. وانت مجبر انك تدي الموبايل لاخوك. ولسه هتدهوله. فانت بتقول لنا دمان يؤسفني ان انا ساقعطيه الموبايل يبقى اي رجريت تو لند او تو جيف. يعني حد صلح لها الغسالة. اللي عرفك ان حد صلح لها الغسالة يا عم. ما هو لما تجيب لي جيت. وبعدين الشيء اللي هتعمل. وبعدين بسط الشيء اللي هتعمل هي ده كلها كده. وبعد البسط افهم من كده ان الموضوع ده حد عملهوله ومش هو العمل نفسه. ده معناها ان شيء انسطولد هر واشنج ماشين باي هرسلف. عاملتها بنفسها لأ. او ما انا عارف اني جيت. وبعدين اللي هيعمل الشيء. وبعدين والفعل في المصدر. طيب يبقى دي كده مظبوطة. طب بنفسها لسه كنت بقول لك بتساوي باي هرسلف. فدي مش معانا. طب رفضت انها تخلي حد يصلح لها الغسالة غلط. يبقى الاجابة الصحة اللي احنا اخترنا هنا. من الملة اختلات لاربعية رقم بي. انا عايزك تعرف ان الجملة دي ممكن نقولها باربع احتمالات. الاولانية او كان ممكن نقولها بشكل تاني ونقول نفس القصة. كل اللي انا اكتبهم دول بنفس المعنى. يبقى هي هاد هير ووشنج مشين انستولد. اخد بالك انستولد. او هي هاد اه تكنيشن اه انستول هير ووشنج مشين. او شي جوت اه تكنيشن تو انستول هير ووشنج مشين. لاحظة اللي انا عملته كالتالي. ان انا قلت لك اللي هيعمل تو المصدر. هاد اللي هيعمل المصدر. لكن سواء هاد او مع اللي هيتعمل اللي غسالة طيب جملة خمسة واشر بيقول لك انا اجعله امي اه تصنعه تصنعه كوبا من الشاي. يبقى انت من اللي هيعمل الشاي امي. الام دي اللي هيعمل. الحلو. فانت عايز بعد هاد عايز المفعول ده. وبعدين في المصدر. يبقى انت عايز كده ميك. بوم لها ستاشر الوجبات دي دي حاجات كده اللي هيعمل. مش اللي هيعمل. يبقى انت عايز سواء هنا او كلاهم ينفع يعني. يبقى وبعدين يبقى طيب السؤال اللي بعد كده حضرتك في الرايتنج بقى الاربع سئلة ساعة يقول لك في الاخر ساعات في الاول عمال ينوع كده بس عاياتي. متفرقش معك. زي نوعات كتابة اللي بتهدف لشرح. توضيح. بقول لك ان هو نوع من نوع الكتابة اللي هدفها انه يوضح لك ويفصر لك بص دي اللي عمل لك يوضح لك ويفصر لك يقول اللي هو التفسيري. فمن اسمه كده شكرا. البرسويسيف ده بيحاول يقنعك بحاجة. طب اللي هو بروي لك حدوتها او قصة حصلت او موقف من خبراته. بقصف لك حاجة بشكل حسي. كأنك شايفها قدامك. ايه من دول تحية اخذ بالك ركز في الكلام المهم. تحية وساليوتاشن. وفورمال كمان. انت عندك تلات كلمات اجاسية كده رازم تركز وانت بتحل ما تجريش بالله عليك عشان ربنا نسطرها معاك. يبقى انا كده بتكلم على او ايميل وهم رسميين وانا عايزهم حاجة احطها في الختام والتحية. طيب تعال بقى نمسك كده. ده غلط. انا لو تلك ركز اصلا انت ممكن تلبح وتجري في الدنيا زي لها بل تختار اه بس في المقال مش في الخطاب والايميل. اه في الاند بس ده في الحلو. طب ده بحكي بها قصص. بحكي لما نيجي نسر القصص. في الختام بس في الانفورمال ايميل ودي بنستخدمها عشان نوعد حد ان احنا هنقبله قريب. طيب الراجل قال لك يبقى في ختام تحية للايميل الرسمي. يبقى وممكن نقول طيب. اخر سؤال. لا السؤال اللي لسه لقبل الاخير. بقول لك اختار الجملة اللي فيها من اولها كده دي صح. طب وانت قلت على دي صح ليه مستر. بنقيل لك ان اي جملة المفروض يكون فيها في النص رابط وهو حزفوك بنحط مكانه سيمي كلون. هنا كان المفروض في الجملة فيها في النص بيكوز. شلناها نحط مكانها سيمي كولون. طب الجملة التانية اسماء ما عمل لي هنا كما فدي بازت. ودي عمل لي هنا سلاش معرفش ايه لازمتها فبازت. ودي عمل لي فبازت. طيب اخر سؤال معنا هنا بقى الحتة دي عادة تفهمها برضو. لما يكون عندك صفتين حلو? لو ينفع. لو ينفع نبدل الصفات مكان بعضها. ده معناها هناك ممكن تحط مكانها كومة او تحط معها انت. بمعنى. لما اقول لك مسا هنشي از فات شورت جرل. فات وشورت دول صفتين. حلو? ممكن ابدلهم مكان بعضهم. فاقول لك فات شورت. ممكن يقول لك فات اند شورت عادي. ممكن اقول لك فات واجب قبلها شورت شورت فات. اقلب برحتك انت هنا كما ينبغي. مدام ينفع نقلبهم مكان بعضهم فهنا ينفع حط كومة وحط طيب حتة التانية لما ديجي تقول مسا هنشي از اه فيمس اجيبشن هنا هل ينفع نقلب دول مكان بعضهم? لا. ليه? لانك انت بتقول رأيك وبعدين بنجيب الجنسية في الاخر. طيب زيها بردو زي كليفر يونج. انت بتجيب رأيك الاول وبعدين بنجيب السن في الاخر. فما ينفعش نقول ولا ينفع نقول انت كده قلبتها. وده غلط. طيب هنا في نفس القصة بردو. الرجل بقول لك هاني ما ينفعش نحط بينهم وبعضهم لان ما ينفعش قلبهم. بما ان ما ينفعش قلبهم فما ينفعش حط بينهم وبردو دي بس في كومة في الاخر كانت زيادة هابدة كده. وما ينفعش احط في النس كومة بدان ما ينفعش قلبهم ما ينفعش كومة والان. دي بقى الاجابة كده اصبحت الرقم دي اللي صح. طيب تعال نقرأ القطعة كده مع بعضين ويقول لك اللي هو الرجل بتاع العيون. ليندا كان عندها مشكلة في رؤية الاشياء البعيد عن عينيها. مامتها ببقى كان عايزين الدكتور يفحص الرؤية بتاعتها او البصار. مامتها اعطت الاسم والاسم للراجل اللي هو التمرجي اللي وقف بيحجز وكده يعني. زنزا فاملي توك سيتس. الاسرة خيات مقاعدها في غرفة الانتظار. وامها ملأت بعض الاستمارات. امها ملأت استمارة معينة كده بعد دقائق معددات جاء ادور من ليندا. طيب رجع الاحظ انه عمادك تفاصيل دقيقة انت لما يحصل عندك مشكلة في عينيك بتعمل ايه لاندا عليه سؤال. في البداية الدكتور خد رسور رسور من صور لعينين الحق ليندا. زن وبعدين سألها شوية اسئلة عن عينيها. سألها هل عينيك بتوجعك يا لندا في اوقات ما. وابعدين كان عايز يعرف هل عينيها بتقليمها اصلا ولا بتقليمهاش ليندا ردت على عيسيلة الدكتور. قالت لها دكتور انا عينيها ما بتوجعنيش. لكن هي عندها مشكلة في رؤية الصبورة في الفصل. حان وقت ان احنا نفحص عينين او ابصار ليندا. الدكتور بدأ يوريها صفوف من الحروف. آآ آآ وبعد كده الدكتور بدأ يحط عدسات معينة قدام او في عينين ليندا. قولوا فصدل مما اثرت دهشة. الحروف بدأت تصبح واضحة. بدأت ليندا وهي والدكتور يبحثوا عن افضل عدسات المناسبة لعينين ليندا. بدأ الدكتور يسألها ايه العدسة اللي بدأت توضح لك الحروف وبقيت تشوفيها بشكل اوضح. وبدأت ليندا ترد عليه. بدأ يوريها كزا عدسة بس ما كانوش حلوين. وبعض العدسات اشتغلت على عينها زي الفول. بس مش بالقدر الكافي كويسة. اختاروا افضل عدسة ممكن تناسب الحجة ليندا. الدكتور كتب كتب لها انهي عدسات اللي اخترتها. ودي الورقة دية ليندا وصليها للراجل المتخصص اللي في المكتب الامامي. هما يساعدوكي في انك تطلعي اطار لنظرات بتاعتك. ليندا سلمت الورقة لما جيت ورها في المكتب التاني للراجل المتخصص. وبعد كده الراجل ده قال لها قال لها حالة الوقت منك تختاري الاطار اللي انت عايزها. ممكن تقول لي الالوان اللي بتحبيها. بدأت تغير في الالوان اللي هي عايزها وتتفرج في النهاية. لقيت العدسات اللي هي وحبها واكتشفت ان هما كان شكلهم حلو على عنيها. كان شايفين نفس الكلام. دلوقتي ليندا قالت لك انا ها انا فاشوف كل حاجة قدامي. وكانت قالت كده وهي بتبتسم كانت مبتسمة وفرحانة انها لقيت نظارة الحمد لله. السؤال الاولاني. بيقول لك ما مدى او ما ازا كانت شعورها لما خلت نظارك دي ده قال لك شيء ازهبي. جبتها منين? سبحان الله اخر كلمتين في القطعة هو. قال لك ابتسمت. طب السؤال التاني. ايه التوقع تتوقعه بعد ما ليندا حصلت على نظارة? هتقعد في الفصل من امام. لا ما هي لبسة نظارة تقعد في اي حتة بقى خلاص شكرا. طب التانية هتحتاج نظارة تانية ما هي لسه جايب نظارة يعمل حاج. مش هتشوف حاجة خالص هيتعمي. ولا هتشوف الصبورة بشكل كويس لان دي كانت مشكلتها وتحلت. طيب السؤال اللي بعد كده. ايه من دول يعني بمعنى انت لو قرأت نص زي ده. ايه الغرض اللي انت قرأت من اجليه? هو في النص بحييلك انت لما تكون رايح تكشف على عنيك اصلا ايه اللي بيحصل بالترتيب? تعال نشوف. عشان نتعلم ازاي نختار نظارة ما قلكش عشان نفهم ليه الناس لابس نظارة برضو ما حكلناش عن حاجة زي كده عشان نعرف ليه العلقة تتناقش مع بعضها ولا اخيرة دي اكيد من غير ما نتقرأها عشان نفهم اللي بحصل لما الواحد يروح يعمل فحص العينه. بقول لك بتهد وعين تحجز وعدني يجي دورك وتخل تكشف وايس للك نظرك وتشوف الارقام وتطلع برة تعمل خطوات. لندا عندها مشكلة في قراءة الحروف الصغيرة. ايه الحل? الدكتور قرب لها الحروف? لأ طبعا. الدكتور وراها عدسات اللي بتخلي الحروف اوضح وحتى قال لها في القطعة. بعد ما الدكتور سألها مجموعة اسئلة. اللي حصل هو سألها اسئلة وبعدين بدأ يورها الحروف بالترتيب كده. يبقى طيب طب دي كانت اول حاجة خالص وبعدها عمل آآ اسئلة اسألها اسئلة وبعدين في الاخر عملها الحروف دي. الموضوع الحروف ده. طيب بعد كده ستة وعشرين بقول لك كان شعور الدكتور ايه? آآ ناحية لندا. عايزها تخاف من النظارة. بتمنى لو انها تأخر على المعادها ولا بتمنى ان هي تفقد بصرها تفقد نظرتها. عايزها تشوف بشكل واضح. هو ما قاليش كده في قطعة بالسيم. الاختيارات بتقول كده. الفكر القاسية بتاعت النص ده ايه? تعال نقرأ واحدة بواحدة. باول واحدة. ده كثرة ما عندهمش اجابة للمشاكل بتاعتنا. انك تسأل اسئلة ده شيء احمق. وده في حالة الصح. انك لما تكون عندك مشكلة في عينك فتسأل الدكتور في يحلك مشكلتك. يبقى الحصول على المساعدة. ممكن يساعدك في حل المشكلة ولتحسن اوضوعك. طبعا ان الصداع عايز دوا وما قالكش كده خالص في القطعة. ايه النص اللي فيه نفس الفكرة اللي زي ديت. فكرة يعني مقاربة لها قصيدة عن اعلان عن النظارات واحد كان عنده رجله بتوجعه كان شاهك انه عنده كسرف رجله رح للدكتور عمل له اشعة. زيها بالظبط واحد عنده نظره في مشكلة رح للدكتور عمل له نطارة. نفس الفكرة نفس السيم. طيب قطعة التانية. اتولد في مدينة اسمها ستانفورد. كان بيدرس في مدارس بتدرس القواعد. المادة الاسية اللي كان بتدرس كتلمدة اللغة اللاتينية. الفترة دي من يوم ما هو سبب المدرسة لحد ما راح لندن الناس متعرفش مع انها معلومات كتير. ايا كان السبب اللي خلاه يمشي فاحنا استفادنا من جملة دي استفادة ان عايزك تعرف ان بيجي بعدها مفعول طول المصدر دي حتى عرفه واحنا بماشيين بالمرة كده. ايا كان السبب اللي خلاه يمشي ويسيب المدينة اللي هو ورد فيها. العالم كله ممتن لي وشاكر ان هو عمل العملة دي. الحاجة المؤكدة ان هو يوم ما سب بلد وهاجر حط رجله في الخطوات على على طريق الشهرة والمجد لما وصل في لندن. في البداية لم يكن معه نقود ولا عنده اصدقاء اصدقاء هناك. ولكن بعد كده. بدأ يكسب بقدر محدود يعني كان بيكسب انه كان بيهتم بخيول بتاعة كان في راجل عنده خيول وكان بروح يحضر في المسرح حفلات كان بيهتم بالخيول بحيس ياخد فلوس. طيب في التوقيت ده اصبح بيروح مع الراجل ده كل يوم فالناس خدوا تدو عليه فبدأوا تكلم مع بعض. الناس اللي في المسرح اكتشفوا ان شيكسبير بتكلم بشكل رهيب. في النهاية قالوا تعالى باش اعمل معنا مسرحيات وسنة الف خمسمية بقبل عام الف خمسمية اتنون وتسعين اصبح واحد من واحد من الشخصيات الريادية في اصبح واحد من الناس الرياديين في شركة من شركات المسرح. الشركة دي كانت تحت قيادة الملكة وبلاطة الحاكم يعني البلاطة الملكة. مما تعلمنا او مما نعرفه عن حياته فيما بعد. نعرف ان شغله في المسرح صنع منه شخصية مشهورة وغنية. مسرحيات وبدأ تجذب ناس كتير جدا ودي موجود عليها سؤال وراء وبدأ يكسب ويشارك في الارباح اللي المسرحات بتجيبها. بحلول القرن السبعتاشر. كان في على الاقل لحداشر مسرحية عملها بيتم انتاجها. خصوصا التراجيديات العظيمة زي اوسلو وماكبث وكينجلير. اخر اعماله كان مسرحية او عمل اسمه السؤال الاول في القطعة دي في القطعة دي. ارى انا بقول لك زمان ايديا افزبسج العنوان الرئيسي للقطعة. ان او انا شاهد في دي. انتو اول في عائلة غنية دي عام دي بقول لك ما كانش معاه فلوس اساسا. اعجب بالمسرح في اول حياته هشكف دي برضو. ما قلناش هو قال لك فاز بفلوس. طيب انا دلوقتي هشك في واحدة من اتنين دولية اما رقم اي اما رقم اي اما رقم سي. انا بعمل كده. فكرة الاسية للقطعة. ايه يا ترى? ان شيكسبير بدأ حياته بشكل صعب. وبعدين انتهى الموضوع بتحقيق النجاح? ولا القصة القطعة كلها بتحكي عن ان شيكسبير حب المسرح في بلايات حياته. ما هو حب المسرح في بلايات حياته اه. لكن ما حكريش عن انجازاته قصصه وكتبه والحاجات دي تجهلها في العنوان فمش هينفع. فتبقى دي اللي صح. لانه بتكلم عن حياة شيكسبير وانتقاله وانجازاته. طيب السؤال التاني. ازا آخر باريجراف دي يعني ايه? باريجراف الاخير اللي هو ده. اللي هو ده. لا 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 اه من هنا. الباريجراف الاخير ده بحكي لي في ايه? بولك ان ايه بشيكسبير في القانة السبعتاشر نشر حوالي حدواشر المسرحية والاعمال ديت كانت متنوعة ما بين تراجدية وكلاسيكية والقصان دي. تعال نشوف. ان بروديوسد مور زان مور زان اليفن بليس اه اشكف دي. انتك فقط فقط لا يبقى دي غلط. آآ كتب اقل من يعني لأ غلط. غلط. طب ليه? ده هو قل لك ده هو كتبها في اخر اعماله. طيب. احنا ليه اختارنا الاولانية? الراجل قال لك ايه? آآ مش اقل من يعني اكتر. ليس اقل من يعني اكتر. وبالتالي مور زان اليفن بلايز. طيب الصفحة السؤال واحدة تاتين. ممكن نفهم القطع عن كلمة اللي معناها عظيم او رائع او كده. بتساوي معناها مضاء او مزعج ولا طبعا مش محتاجين بقية اسئلة اصلا. القطع بتدينا درس كويس ان من الافضل لك انك تعتني بالخيول تكلم الممثلين باول سماية انك تبقى راجل غني ولا انك تتواجه تواجه الصعوبات والمصاعب في حياتك زي ما عمل فوصل دي طبعا رسالة لاخوتنا اللي بيشتاكم المذاكر. زكري يا حبيب ربنا هديد. هوليه في رأيك المصرح عزم شيكسبير نو يدخل او دعان نو يدخل معهم وشاركهم. لان مصرحاتك العظيمة هو اصلا ما كانش لسا عمل مصرحيات. اللي كان بيهتم بخيول هم ده هو كان بيهتم بخيول الراجل الغريب اللي كان بيدفع فلوس ويحضر المصرحيات. عشان يسمع مصرحياتهم آآ ويدفع فلوس ولا معناها ان هو كان بتكلم بشكل مبهر طيب عشان هو قال لك في القطع ان حديثه كان يعني يعني السبب اللي خلى شيكسبير يمشي من بلده احنا قلنا في القطع ان هو غير معروف يبقى هو ليه كان بيهتم بالخيول هو قال لك ان هو ما كانش معه فلوس فبدأ يهتم بالخيول عشان يكسب فلوس يبقى طيب الصفحة اللي بعد كده وفقا القطع مسرحيات كانت مور اكثر جذبا للجمهور وهو قال كده نصا اه كان اكثر تشويقا من رواياته ما هو ما قررمش بعضهم اقل جاذبية لس جاذبية مفيش هو رجل ما اقاب لكش سيرة المسرحيات مقارنة بحاجة تانية. قول لك من المعتقد او من الناس المؤمنة بي يعني ان العلامة الاقتصادية جعلت المجتمعات الاقتصادية تتواصل مع بعضها وترتبط بعضها البعض وتؤثر على بعضها البعض بشكل ايجابي. طيب من من يؤمنوا ده سؤالة من يؤمن ده سؤال والراجل ما سألش سؤال. من المعتقد ان العلامة الاقتصادية تجعل المجتمعات الاقتصادية المجتمعات الاقتصادية ترتبط بعضها تؤثر على بعضها بشكل ايجابي دي رقم بيدي صح. بس انا برضه هقول لك لبقين غلط ليه? طيب اللي بعدها بقى رقم سي. يعتقد البعض. هو قال لك ما قالش. طب هنعدي دي كده. آآ بان المجتمعات الاقتصادية سترتبط في المستقبل يعني. ما قال لكش سوف خالص في القطعة. وتؤثر بعدها البعض مع القيام. ما فيش حاجة اسمها القيام بعولمة الاقتصاد مش موجودة في القطعة. البعض يؤمن بان المجتمعات الاقتصادية ترابطت ماضي ازاي? هو في الجملة قال لك مضارع الجملة كلها مضارع. آآ وتأثرت وتأثرت برضو ماضي. مع القيام برضو غلط. كل ده غلط يبقى لي جبرا قنباء الاوضح. طب الترجمة التانية. التعامل مع التوارس الطبيعية مثل الزلازل والاعصير والبراكين هو مهمة او وظيفة صعبة للناس حتى الان. ان معاملة الكارس طبيعية. مسلها معاملة وما لكش معاملة عموان بس عديها يعني. آآ زلازل الفيضانات والبراكين تحدي الانسان في الفترة الاخيرة. ما لكش فترة الاخيرة. قال لك الى الان يبقى دي كده بوزت بالاتنين. بوزت. الكارس طبيعية مثل الزلازل والبراكين والجفاف ما جابش سيرة دروت اللي والجفاف خلص في القطعة يبقى دي بوزت. مواجهة الكارس طبيعية كالزل الفيضانات والبراكين وظيفة وتحدي وظيفة وتحدي للناس في الفترة المعاصرة ما قالكش المعاصرة قالك ابطل نو الى الان. يبقى الترجمة اصباحة الصحيحة التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل زلالة العصي وبركيم مهمة صعبة للبشر حتى الان. طيب السؤال اللي بعد كده رقم تسعة تلاتين. يعاني كثير من الناس في الدول النامية من نقص المياه والطعام والدواء وانتشار الامراض. قيب. خبالك في الجملة الرجل هنا بقول لك ايه? هاف سفرد. هاف سفرد يعني عانى. في الجملة الاصلية اصلا بقول لك يعاني فدي كده بزبط. دي معناها اه تسريب. احنا هنا بقول لك ايه? نقص نقص اللي هي لك. او شورتج. اللي هو نقص. وانت عارف قبل كده قلت لك ان كلمة لك دي ونون لكن كلمة شورتج نون بس نقص. فكده بزبط مش هنكملها شكرا. الجملة التانية بقول لك مني بيبل ار سفرنج فروم ووتر فود يعني هو الناس بيعانوا من الماء بيعانوا من الماء ولا بيعانوا من نقص الماء والحاجات دي فكده كده بزبط. نقص المياه والطعام والدواء وانتشار الامراض يبقى كده رقم سي دي اللي صح الى الان. رقم سي صح. رقم دي بها. سفرد عانوا فجلون بزبط من اولها. مش عارف ايه? كل الجملة صح ما عادة سفرد لان دي كده زمانها ماضي. الجملة رقم اربعين والاخيرة في الامتحان. بقول لك لقد شهد الاقتصاد المصري تحسنا كبيرا في العوامل القيادات الماضية. من حيث الصادرات والواردات. زي ايجيبشن ايكونومي الاقتصاد المصري شهد اه من تقدم منعة كبيرا في السنوات القيادة الاخيرة. لحد دلوقتي انا شكت في دينها صح? فما بختارهاش اللي لما كمل. فيما يتعلق بالصادرات والواردات. زي ايجيبشن ايكونومي ربما يشهد هو في الجوم اللي قال لك شهدة. فكان المفروض نقول ايجيبشن ايكونوميك برضو بوزد. ايكونوميك اللي انت المفروض مفروض لو حبيت تستخدمها. تخذ لي معاها موضوع التام او موضوع تام. تاخد لي معاها موضوع تام. المهم مش موضوعنا برضو بس يعني دي خطأ. الخبراء. طبعا كده يبقى احنا اتفقنا ان الاجابة الصحية فعلا الرقم ايه? خلاصنا الانتحان. يا رجاء الراجين يعني. اهنا دلوقتي حالينا الانتحان الاولاني. حالينا وحالينا وحالينا ونزلنا من من اللي هو اللي هو الاسئلة دي عظيمة جدا لازم تسمحها. ونزلت كمان من من حلو النهاردة ان شاء الله رب العالمين هينزل كمان من من بانك. اتمنى انك تسمعها واتبعها. فيما يتعلق في ملفات ده يا جماعة اللي انتم مش عارفين مسلا لو انت ما تعرفهاش دي دي دار نشر اللي بتنشر كتاب المدرسة. ودون الناس اللي بيقلفوا كتاب المدرسة فبيعنزلوا اسئلة كده لازم نحلها مع بعض. هنحلها مع بعض على حسب بس انتوا ايه ما تنجزوا الكلام ده كويس. في كمان آآ آآ في ملف ملف كتابة كتابة موجود في الكتاب اي وان انا هيحله معاكو عشان يبقى احنا كده بنحل من اكتر مكان. ماشيين بالامتحاد زي ما احنا. ونكمل مع بعض. ما تنساش don't don't forget to share. آآ لايك سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.